تصنع القرار في الموضوع إدارة الدولار برضو مش عايزي التدخم من الخارج عايزي استقرار لسعر العملة إحنا بنعمل حاجة أنت بتحب التعبيرات في حاجة اسمها الثالوث المقدس أو غير المقدس واحد اسم بوب منديل ده اقتصادي شهير جدا من جامعة هارفرد في الستينات طلع بمقولة بيقول فيها أن فيه ثلاث حاجات ما تقدرش تتحكم فيهم في نفس الوقت أنك تبقى عايز تحدد سعر الفايدة وأنك عايز تحدد سعر الصرف وأنك عايز تسمح لرؤوس الأموال أنها تدخل وتخرج ما ينفعش التلاتة مش مع بعض أنت محتاج أنك تتحكم في اتنين وتسيب التالي تتحرك وسببت أن الراجل ده حقيقي طول الوقت ما حدش بيعمل الكلام ده إحنا بقى بنحاول نتحكم في التلاتة ما ينفعش يعني السياسة النقدية القائمة على محاولة التحكم في تلات حاجات بندفع ثمنها كل مرة وكل شوية عاما دفعنا الثمن في 2016 وفي الغالب هندفعه تاني دلوقتي طب ما أنا يعني أستهدف حاجة واحدة وأسيب الحاجات التانية اللي هي يبقى يا دكتور أنا رأيي أنه هو ما هو معلن يعني البنك المركزي الحقيقي بيستهدف معدل التضخم وبالتالي أسمح لنفسي بقى بإني أتحكم في حاجتين مش في تلاتة مدام بسمح لحركة رؤوس الأموال وعايز أتحكم في سعر الفايدة ويبقى عند استقلالية ما أقدرش يتحكم في سعر الصرف في نفس الوقت أنا أعتقد أن ده الخطأ اللي إحنا بنكرره بشكل مستمر هذه السياسة سبت فشلها ودفعنا تمانها أكتر من مرة وجاء الوقت إن إحنا نتعامل معاها بشكل مختلف ده في التوازنات ده كل ده بالنسبة لما يسمى التوازنات الكلية يعني عاجز الموازنة والدين العام المرتبط بيها وعاجز ميزان المدفوعات وإن الصادرات هي ميزة إن سعر الصرفي يبقى تنافسي هي إنه بيشجع المنتج المصري على التصدير وإحنا محتاجين فلوس من بره التصدير هو التصدير محتاجة تصنيع والتصنيع محتاجة قرارات استثمارية لا 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 شوف بقى هقولك على حاجة ده ما نخلطش الأمور على بعض يبقى عندك صداع وبطنك بتوجعك تعالج الصداع لوحدي وتعالج بطنك لوحدي ما تدقلش من عندي صداع وهو اللي عامل بطني وبالتالي تحتاز بين الاتنين إحنا تكلمنا عن التوازنات الكلية في الجزء الثاني الخاص به هيكل الاقتصاد وتبيعة النمو أنا رأي إن إحنا بنحقق المشكلة الأخرى على كل حال ده ننقل النقطة التانية طب قبل ما نروح للنقطة التانية تقولوننا أن عندنا 55 هيا اقتصادية وكل هيا اقتصادية لها موازنية الخاصة هل ده طبيعي في الأمم والشعوب والمجتمعات وهل باستمرار التجربة إيجابيات أكتر من السلبيات لا هيئات اقتصادية عامة مستقلة ده وارد وهتلاقيه في دول أخرى وإنها بس لما بيجوا يحسبوا العاجز الموازنة فيه العاجز اللي انت بتشوفه المحدود على مستوى الوزارة المالية بشكل محدد لكن فيه ممتلكات أخرى للدولة دي بقى بتبقى التزامات ما بتبانش في الموازنة اللي بيبان في الموازنة هو فائد أو عجز هذه الهيئات يعني هيئة هيئة مثلا خلينا النقل السكة الحديد السكة الحديد عادة بتعمل عجز لكن بعض الهيئات الاقتصادية زي هيئة قناة السويس بتعمل فلوس فالفلوس بتاعت أنا أفاكر لما كنت في وزارة المالية كان السيد مميش كان يتكرم علي كل شهر ويجيب لي شيك ويجيبه لوزارة المالية بشخصه وبنفسه يعني أنا قصدي أقولك أن الهيئات الاقتصادية مختلفة بعضها بيبقى عنده عجز اللي عنده عجز ده بيبقى عايز منك فلوس واللي عنده فائد بيدي لك الفلوس لكن الدولة لا تستطيع أن تتخلى عن فكرة أن أحوال هذه الآيئات إيه لأنه في الآخر سواء بتعمل فائد أو بتعمل بتجيلك بتجيلك فأنت من الأول عايز تتطمن أن كل هيئة بتضرب بشكل كفاء بتحقق بتضرب كفاءة وأنها بتقدم الخدمة بشكل جيد وأنها مش عيبقى عليك يعني إصلاح الهيئات الاقتصادية جزء من إصلاح زي ما قلت لك أنها بشكل وبآخر بترجع لك وبالتالي أنت عايز تتطمن أن أحوالها كويسة هل أنا متطمن؟ على إيه؟ على الدولة بمقمئنة بالهيئات دي والهيئات دي كل هيئة شغالة بنفسها والله بعض الهيئات بيحصل فيها عارة هيكلة وفي قدر من التحسن يعني أصلي دي بأسألهم تفصيلية بقوا كتير أصبهم عددهم كبير قوي وصعب أنك تطلق أحكام عامة على 55 على 55 وطبعتهم مختلف وبيعملوا في أسواق مختلف وفي بعض الأحيان وارد قوي أن من الصالح المجتمع أحيانا أنك تدعم بعض القطاعات يعني مثلا أنت لما بتدعم قطاع النقل والقطاع النقل بيشتغل بشكل جيد أنت بتقلل الناس تتطر استخدم عربيات وتسحم الشوارع وتعمل لك عاديم وتبوض لك البيئة فأحيانا الدعم مش دايما سيء ومش في كل الأحوال غير مطلوب بالعكس العائد الاجتماعي من بعض الدعم يبرر أن الدولة تحط فلوس في بعض الهيئات